في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مولده وحتى زواجه من السيدة خديجة بنته خويلد فالنبي عليه الصلاة والسلام ولد يتيم الأب وتوفيت والدته وهو كان في السادسة من عمره وهذا المشهور والوالد وبعد وفاة أمه كفله جد عبد المطلب ثم توفي جد النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الثامنة من عمره فكفله واعتنى به عمه أبو طالب وعندما جاء في بيت أبو طالب وهو الأخ الشقيق لوالد النبي عبد الله بن عبد المطلب فأبو طالب عندما كفل النبي وجاء النبي إلى بيته كان في بيت أبو طالب عشرة أبناء وأبو طالب لم يكن أغنى أبناء عبد المطلب بل كان مقتدر وبالكاد يكفي حاجة بيته وهنا كان النبي عليه الصلاة والسلام استشعر المسؤولية رغم صغر سنه في ذاك الوقت فطلب من عمه أن يعمل وما كان في هذا العمر أن هناك عمل يناسب عمر النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك عمل النبي في رعي الأغنام وهو تحمل المسؤولية في عمر صغيرة وكان شعور بأن عمه والحاجة التي يعيشها وأيضا عدد الأبناء الكثير اللي كانوا في بيت عمه أبو طالب وهنا في مهنة رعي الأغنام فإنها تعطي الإنسان الحل تعطيه الصبر وكذلك الخلوة مع الذات لأن من يرعى الأغنام وقد كانت مهنة كثير من الأنبياء قبل الرسول عليه الصلاة والسلام فهي تعطي خلوة مع الذات والتفكر والبعد عن المدينة وضجيجها وصخب البشر وما أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام الخامسة عشرة حتى طلب من عمه أبو طالب أن يعمل معه في تجارته أبو طالب كان لديه تجارة يسيرة ليست كأموال أثرياء قريش ولكن كان له تجارة صغيرة فطلب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت أن يعمل مع عمه في تجارته ووافق أبو طالب وبدأ النبي في هذا السن الذهاب مع عمه ومرافقته في تجارته في الشام وبعد ذلك عندما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام الخامسة والعشرين طرح عليه أبو طالب عرض قال ما رأيك أن تعمل في تجارة السيدة خديجة بنت خويلد والسيدة خديجة بنت خويلد كانت أولا هي ذات نسب شريف فهي من قريش وكانت أيضا ذات جاه وعندها تجارة كبيرة جدا تجارة تذهب إلى الشام وأيضا تجارة في اليمن كانت ذات مال كثير وسمع أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام أن السيدة خديجة تبحث عن رجل يعمل في تجارتها وأمالها فكانت سيدة خديجة كما جرت العادة أنها تستأجر من يخدم ويعمل في تجارتها في هذه الرحلات فعرض الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي إن قبلت أن الأمر أن يعمل في تجارة سيدة خديجة وهي تجارة كبيرة فإذا وافقت فلم لا فذهب أبو طالب إلى السيدة خديجة رضي الله عنها وقال ما رأيك في محمد ابن أخي فقالت رجل صادق أمين فقال سمعت أنك تبحثين عن رجل يقوم على تجارتك ويعمل فيها فما رأيك أن يعمل محمد في هذه التجارة فقالت ما رأيت مثله شابا جادا ومجتهد وهي صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه اشتهر في قومه وبين من عرفه بأنه صادق أمين وبالفعل بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتهيأ للعمل في تجارة السيدة خديجة والسيدة خديجة بنت أخويلد كان لها شأن بين العرب لأنها صاحبة التجارة وهذه التجارة لم تأتي من فراغ بل بحسن التدبير وأنها امرأة لها كياسة ولها عقل فأرادت أن تختبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالنهاية هذه أموال وتجارة فقالت لميسرة رجل يعمل لديها فقالت أعطه تجارة صغيرة واختبره في ثلاث تجارات إلى اليمن مال قليل يذهب إلى اليمن واختبره في هذه التجارة حتى نرى كفاءته فبالفعل أعطت السيدة خديجة مال قليل إلى سيدنا محمد حتى تختبره في الثلاث رحلات إلى اليمن وبالفعل رافق ميسر النبي عليه الصلاة والسلام في التجارة الأولى إلى اليمن ثم الثانية ثم الثالثة وعندما عاد جاء إلى السيدة خديجة فقال لها إني رأيت في محمد ومن أمره عجبة فقالت وما رأيت ولأن ميسر رافق النبي عليه الصلاة والسلام في التجارة وكان يراه في تجارته قال رأيت فيه أمانة هذا الرجل أمين لا يأخذ من أحد درهم ولا أحد يأخذ منه بغير حق رجل أمين على هذا المال ورأيت فيه صدق رجل صدوق في قوله وفعله وبيعه لا يغش ولا يكذب ورأيت فيه جهد رجل يعمل بجهد بصدق ويعمل بأمانة وإخلاص ورأيته مثلك لا يحلف بالله والعزة الأصنام وكانت السيدة خديجة رضي الله عنها وإن كانت من قريش وكانوا يؤمنون بالأصنام لكنها وكبقية من كانوا في قريش لا يؤمنون بالله والعزة وما سجدت لصنم فقالت وما دليلك أنه لا يؤمن بالله والعزة ويحلف بهما قال جاء رجل يهودي أراد أن يشتري فقال وإن حلفتك بالله والعزة واليهود والنصارى في ذاك الوقت وإن كانوا على غير دين قريش في عبادة الأصنام لكن إن أرادوا التحقق من أمر كانوا يحلفونهم بما يعبدونه فكانوا يحلفونهم بالله والعزة لأن قريش وعبدة الأصنام يعبدونهم ويحلفون بهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا اليهودي لم أعبدهما حتى أحلف بهما فنقل ميسر ذلك إلى السيدة خديجة وكأنه أضاء شيء بالروح فقالت السيدة خديجة لميسر استدعي لمحمد وعندما جاء سيدنا محمد إلى خديجة رضي الله عنها قالت أني سأكلفك بتجارة كبيرة إلى بلاد الشام وبالفعل وافق النبي عليه الصلاة والسلام وطلبت من ميسره أن يراقب أمر النبي في هذه الرحلة مع قافلتها إلى بلاد الشام وحتى يعود وعندما ذهبوا في هذه القافلة كان ميسره يراقب النبي والسبب أن السيدة خديجة كانت قد رأت رؤية حلم بأن القمر ينزل في بيتها ففسرت الرؤية وعبرتها لدى ابن عمها ورق بن نوفل وورق بن نوفل كان ابن عم السيدة خديجة بنت خويلد وهو أيضا لا يؤمن بالله والعزة ولا يسجد الأصنام بل أنه كان يبحث عن دين الله الحق وكان يقول لقومه إنكم لستم على شيء ما كان يؤمن بعبادة الأصنام وكغيره أنه كان على ملة إبراهيم حنيفيا موحدا ودرس الإنجيل والتوراة وقيل أنه تنصر ثم ترك وكان يبحث عن الدين الحق ومما جاء في أخبار السيرة أن وكانت فيهم أي العرب الملة الحنيفية الإسلامية والشريعة الإبراهيمية ومن أهلها كان قص بن ساعدة وورقة بن نوفل وزيد بن عمر بن نفيل أي أن هناك في قرهش وفي مكة من لا يؤمن في عبادة الأصنام وكانوا يقرؤون عن بشرى النبي الموعود فورقة بن نوفل كان يقرأ في كتب التوراة والإنجيل وقال يا خديجة إن صدقت هذه الرؤية فإن نبي آخر الزمان يكون في بيتك والسيدة خديجة هنا كتمت الخبر والأمر وما كانت تعلم نوع الارتباط هل هو زواج هل هو معاملة تجارية هل هو أجيرة أن يكون جار لها فكتمت الأمر وكانت تدرس حالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى الآن النبي لم يبعث فأمرت ميسرة بمراقبة أمر النبي من الخروج من مكة إلى بلاد الشام وحتى العودة فعندما عادت قافلة الشام والتجارة جاء ميسرة إلى بيت خديجة وقال إني رأيت يعني أمر غريب في هذه الرحلة والقافلة منذ أن خرجنا من مكة وحتى وصلنا الشام وحتى عدنا إلى مكة كانت غمامة أي غيمة كانت فوق النبي تضلله وتضله ولا تخالف الموقع الذي يكون فيه وهذه الغمامة حتى عدنا إلى مكة وهي تضل النبي عليه الصلاة والسلام والأمر الثاني ما أن يجلس تحت شجرة حتى تدنو وتحنو بأغصانها عليه لتضله وما أن يقوم عنها حتى تعود أغصانها لمكانها وعندما سمعت السيدة خديجة هذا طلبت من ميسرة أن يكتم الأمر وكانت تقرأ ملامح هذا الرجل أهو النبي في آخر الزمان أم لا وكانت تجالس سيدة خديجة صديقتها نفيسة وكانت تتحدث عن أمر هذا الرجل محمد عليه الصلاة والسلام والنبي إلى الآن لم يبعث ولم ينزل عليه الوحي وكانت تتكلم عن بركة بيعه وصدقه وأمانته وكانت تتحدث عنه فقالت صديقتها نفيسة وكأنك تطلبينه زوجا فقالت ولما لا قبلت السيدة خديجة فقالت أعرض عليه الأمر قالت نعم ولكن لا تخبري أنني أرسلتك فذهبت نفيسة صديقة السيدة خديجة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا محمد ما يمنعك عن الزواج فقال أني لا أملك المال الذي يعينني على تكاليف الزواج وإن كان له مال في تجارة أبو طالب كونه ولكنه مال لا يستطيع زواج به أو أن يقوم في بيته يعني مال قليل فقالت إني أدعوك للعفة والنسب والجاه يعني عرضت عليه ما رأيك أنها سيدة لو وجدتها لك يعني ذات مال وذات نسب وحسب فقال ومن هي قالت السيدة خديجة فقال خديجة خديجة سيدة خديجة ذات مال كثير وإن كنا في قريش ولكن لديها تجارة وأمرأة لها قدرها وقيمتها أيضا فقالت هل توافق أن قبلت يعني أترضى بها زوجة قال أعرضي عليها أن قبلت قبلت والسيدة خديجة كانت هي من أرسلت نفيسة صديقتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن قالت لا تخبريها أنني أرسلتك حتى لا تحرج النبي ولا تحرج نفسها أيضا في الأمر وبالفعل تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام آنذاك عندما تزوج السيدة خديجة عمره خمسة وعشرين سنة وكان عمر السيدة خديجة أربعين سنة وأنجبت له القاسم ابنه وبه يكن أبا القاسم وعبد الله وزينب رقية أم كثوم وفاطمة والسيدة خديجة تعود في نسبها إلى هي بنت خويلد ابن أسد تعود في نسبها إلى قصي وبه تلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في قريش لأن النبي هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلل بن هشام ابن عبد مناف بن قصي فهم يلتقون في نسبهم في قصي لأن جميعهم من قريش فتم الزواج من السيدة خديجة بنت خويلد وحتى الآن النبي لم يبعث ولكنه تزوج من السيدة خديجة وأنجبت له الأولاد فماذا حدث بعد نزول الوحي وكيف تعاملت السيدة خديجة بنت خويلد مع هذا الأمر الكبير الذي حدث ليس في بيتها فقط وإنما للأمة والعالم أجمع هذا سنتحدث فيه في المشهد الثاني وهذا العمل مهدى إلى منصة البدر في مبادرة حب الرسول صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر